يومية رمضان معمول نكتا على قناة أنفاس بريس ضيف هذا اليوم وفنان ممتيل مصرحي كوميدي عبد الرحيم الغزواني مرحبا بك إلى أنفاس بريس أول حاجة مبركنا وفيك كنشكر أنفاس بريس على هذه الاتفاة وكنشكر أخي فريد إلياس مول نكتا الله يكبر بك سمحني نجي نكفد اليوم دي الرمضان أن نشحفوك معنا شوية لا ماشي مشكلة ورمضان نقول لك واحد القادية هذا الشهر هذا هو شهر الفوز يعني الإنسان اللي بغي يفوز بالعفو دي الله بالمغفرة دي الله بالتواب دي الله لأن هذا الشهر هذا بحلة نعمة من عند الله يعني كتصفة في الدات لبغيتي تصفح تنية ديالك يعني تراجع الحسابات ديالك وتحاسب مع الضامير ديالك إليك تغال بتقول أشغل أشكن دير يعني هاد هاد رمضان مشي هو أن رمضان أننا نمشي ونجري ونشري وشباكية نشري وطمار نعمر الطبلة بزاف وذك شيء لا هاد هو عبادة اه لأن الماكلة تقدر تكتر منها تقدر تضرك ولكن بالنسبة للعبادة تقدر تكتر منها تقدر تفيدك مثلا فيما بعد المامات مثلا غتقول لك مغفرة وتواب هذا هو الشهر ديال رمضان هذا مشي مشكلة إلا جيت عندي في هذا الوقت مشي مشكلة الله يكبر بيك الله يحب لك سعبد راح يمك ترمدنش؟ أنا ما كان ترمدنش صراحة كنشوف الناس من اللي كان خرج نتسوق في السوق وعادي كي يبلي بزاف ديال الناس تيترمدنو ربا ما كي يقول لك أنهم ما كي يكمي وش مقطوعين من القارة وعادي أنا كنشوف مادام بنادم كيترمدن في رمضان يقدر من خلال شهر رمضان يقدر يقطع هاد القارة وغادي يوفر الصحة ديالو لأنه تضرب الصحة غادي عاو تاني يوفرتها الفلوس تايا لأنه تيخسر فيه الفلوس لأنه رمضان في بزاف ديال الفوائد عندك بزاف ديال الفوراس كنش من نواد رسالة يسمعوا الناس اللي كي يكمي بزاف وتانتمنى وتانتمنى وأنا الترمدين ما كان ترمدنش و كان نقول يا ربي ما يفقصني التواحد وما يكعيني التواحد لأنه أخا كان كعاو عادي يعني كنخلي الأمور غادية بحالك ما كان ندخلش في المشاحنات أو في الصداع أو في ذاك مش عبد رحيم شي حاجة لف لمائدة الافطار ديال رمضان ضروري خصتك بالنسبة لي انا كان مغريبي اتاي والحريرة والتمر هذا وما اللي مهم مين كان شي بغرير ولا شي مسمان ولا ذاك ما ذاك شي ديال الحلويات وذاك شي يعني وتقاوز مثلا اكتنقر يعني كتنقر لانه عبدالحيم قلت انك في السوق كدير معد القفادي السوق معد غلاء اسعار وفرمدين وهي ده بنسبة للغلاء الاسعار وذاك ده با هاد غلاء الاسعار بدأوه بروسيا من اللي نعت الحرب في روسيا بدأو بهالشي ديالغلاء اه كنظن بان ربما روسيا ما عندش هاد غلاء ارتفاع الاسعار اللي فيها الحرب اللي عند الحرب اوكرانيا وذاك شي ده غلاء الاسعار في الحقيقة الناس كيعانيوا منه وخصوصا في شهر رمضان لان ده با حياليا كين الناس اللي كيبغيوا يقتانيوا يعني حويجات بغين يعطيوها فسابي الله يعني تيقولوا لهذا المسألة كالناس بعد الجمعيات او بعد الناس هما شخصيا كيقوموا بعد الواجيب كيشري واحد خمسة ديال القفات كيعطيهم للناس المحتاجين كيطلعوا لي تقريبا واحد تلتميات درهم ده با لابغي يمشي القفا يعني ده بحاليا إلا بغي يهزز واحد القفا او جوج قفات او خمسة ديال القفات يعني غادي طلع لي كل القفا غادي طلع لي تقريبا بواحد ستمية درهم دولات دولات لان ده بلا نقصة الماطيشة كيطلع الى عدس يلا طلع الى هبط العدس كيطلع الحمص يطلع الحمص يعني ما كيش جوازون يعني كتشده منه كتدير الحساب ديالك منه كتلقاه طعلا ده بإنسان سلا بغي يصدق يعني كيفكر في هات الغلاء الأسعار كيفكر كان بغي كان بغي يصدق واحد خمسة ديال القفات غادي يقول لي مصدق اي روحدة ولا جوج يعني الغلاء أسعار كيلعب دور كبير يعني انا كنت منه من الناس المسؤولين يشوفوا هات المسألة لان حاليا بزاف الناس كيعاني ومن هات المسألة ديال رتيبة على الأسعار ودابة طاقوس ديالي دابة طاقوس ديالي لان الوقت تبدلات الرؤية عيوتانية تبدلات لان رمضان ماشي ديال تضيع الوقت يعني كتفطر كي ادي اللعشة خصك تلتازم بالوقت ديال اللعشة والتراوح كتسالي التراوح ديالك كتجي كتشوف شي حاجة اللي كانت في تلفزيون مزيانة شي حاجة او شي صادقة بغيت تفرج فيه او كتشوف بعدها كتشوف كتشوف المواد اللي كتتقدم في التلفازها واش غادي اواش مزيد كتشوف الأعمال التلفازية في رمضان انا من الصغر ديالي من الموحبين ديال الاعمال التلفازية ما يمكنش مقدرش ماشي انا مختالف علي بزاف ديال الفنانة اللي كي يقول لك تطلقها مثلا مثل فيلم كي يقول لك انا ما تفرجش فيه تفرجنا في واحد مصرحية ديالك ديال الميسترو من التأليف ديالك انا ما بين الناس كنتسمع الناس انهم كيقولوا بان هاد المصرحية ديالي انها هي كوميديا دحكاتنا كشار ما كدحكنا سيدكم فيه ثلاثين حلقة الناس اللي كيقولوا هو المصرحة المصرحة بالنسبة لي انا اشاركت اعمال مصرحية كتير اه اه مثلا حديد دان في الكاريان لازي ملت شهرات ما بين المواطنين ديالا سيلي سباطاك اه شاركت في من اللي هاجرت ورجعت شاركت مع فلان او ثاني باب الوزير يعني الناس كيقولوا بان هاد المصرحية غاد يرجع غاد يتر يرجع بها اه اه مسرح الحي اللي واجهة ديالو اللي كان فيها لان كانوا معنا ممتلين مزياني كان نص مكتوب مزيان كاتبوا بمونير باهي كالاخراج ديال ادريس الروخ ولكن بنسبة لاخراج تلفازي اللي دار حسان غنجا انه وخدم المقص وبقى قيم مقص وتكرفس على العمل المصرحي وتكرفس علي انا بالذات لان اوليت في المصرحية كاكو مبارسة رغم انني كنت انا هو الباطل ديال المصرحية الحمد لله انها بقيت مشجلة هذيك المصرحية مشجلة كنا لعبناها في سينيما ريالتو وبقيت مشجلة وذلك شي هي اللي بقيت انا كنت ذكر بها يعني لو لو انها ما كانش تشجلت يعني كتكون خسارة ده بحالي ان كلوح مثلا بعد المشاهد منها كيشوفوها الناس وكيتساءلوا على المصرحية وكيتساءلوا علاش وقع لها هذك المشكل ديال ديال المقص كيف علاش تكرفس عليها بذك الشكل ولكن هذي المسألة داكو حاليا وثاني كنشتاغل مع دول عمل الثالث مع فرقة تاقادة اللي فرقة عريقة بكتابة السيناريوات ديالها ستان ستان ستين خمسة وخميس مسلسالات اللي اللي بقي لحد الان راسخين في في الداكرة ديال المواطن المغربي وحاليا عندهم سلسلات مألفينهم عندهم سيتكوم عندهم مسلسل عندهم تيلي فيلم ورغم ذلك ما تعطعتهمش الفرصة باش باش يقدموا هذ المنتوج ديالهم حاليا عندهم اعمال مصرحية صورنا مصرحية كنت مني واننا الدوس في رمدان اللي هي حجر وطوب كنت صورت معهم احترت له في مصرح محمد السادس كان حضور كبير ومصرحية جميلة لعبنا فيها عروض كثير 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 وكذلك دابا العمل الثالث يعني طالع في النبو لان الحمد لله الفرقة مليكة تبقى متماسكة مع بعضياته وشد نفس الممتلين يعني كيوقع واحد الانسجام دابا العمل الثالث اللي هو التنزل العكري طالع في النبو بالنسبة لهذا كون شي كامل كيبقى تحت الإدارة لأستاذ أحمد الرودانين اللي هو تحييري من نظمين بقى اللي هو مخريج مؤليف كاتب مسراحي سيناريست يعني هو اللي جامع الشمل ديال هذيك الفرقة اللي هي من أعرق الفروق اللي عندها دابا حاليا خمسين سنة وهي خدام هذيك الفرقة ديال الفرقة التقادة وكتشتغل في جميع المجالات الفنية كتابة الأفلام سيناريوات كتابة الكلمات الغناء الشعبي الالتزام بالأغنية المغربية وتام غرابية في هذك الفرقة نشوف السي عبد الرحيم في شي سيتكوام مولي شي سي سيلارة مدنية ايوه هانت تتقول احنا دبا ما تناكل خدمه في أعمال مصراحية هانت تسمعتين الناس انهم يتكلموا بأن هذك العمال المصراحي اللي اللي ما يصروا بأنهم الناس ضحكوا وانا كنحس بالناس انهم كانوا يضحكوا يعني كتلقى عراسك بأنه دابا كينين معرضش حل من السلسيلة كوميديا ما كينش فيها الغزواني وهذه المسألة رماشينتة اللي قلتها انا في واحد العام كنت خدمت واحد في السلسيلة اللي دار لهنا وجيت لعبت واحد المشهد بسير جدا وجاء واحد السيد تقني ما كان عارفوش يعني ما غاديش يجاملني هذا السيد ما عندي به تعالقه وما قي عارقنيش انا واش انا اسميتي الغزواني واش انا ممتيل يعني هذا السيد ما عندوش وفكرة على أنني انا من الرواد من 1989 وانا في هذا الميدان المصراحي بديت بدار الشاباب شوية انتقلت للمصرح الجامعي من بعد الاحترافي اول فرقية مصرحة شعبة تواصل يعني هذا السيد جاء عني قلي في عشرين حلقات اللي تصورت وما ضحكتش من الأعماق ديالي تضحكت في هذا المشهد اللي مك يتجاوز تقريبا حتى ثلاثة دقائق وهو المشهد ديال مول البوطل اللي الناس شافوه اجبوه ديال سيد مول البوطل اللي غايد يدخل ويصحابوه انه جاي بغي يشارك في الموت السابقة وهذا باش احلام سيتي الكوامانجي المكي اللي كان يعني يرى مدن هذا الليداز ولسوء الحظ ان هذا العمل ديال احلام سيتي ماداش في الوقت دياله المناسي ماداش في هذا الوقت ديال بنادم اللي كيشرب الحريرة وكيتفرج متنان في هذا يعني حطوه في واحد الوقت اللي ماشي مناسي على حساب البرماجة مع ذاك شي ما كتفهم في الوالي الزيادة على هذا انني خدمت في عمل في الامباسي سنكتا هو اسمي تجوج ما قال لي لعبت واحد دور مختلف توافي الكوميديا ولكن كتجي كتشوف راسك بانك ديما مقسم الاعمال الكوميديا وعادة مش واحد المسألة اخرى هو انه الغزواني رماشي التخصوص دياله على الكوميديا بوحده يعني ماشي وفوك هاي بوحده يعني اشتغلت مثلا في يا قوتو عن برها لعبت دور اللي هو ضرامي بالمعالم دياله كاملة من ناحية شخص باللقائية دياله وكل شيء يعني لعبت دور اللي بزاب ديال الناس تصلوا بياه هنقوني على كيفية كيفاش تقمس ذاك الدور هنا تبقى ديما السؤال وشمتي؟ كنت من نوود الرسالة وصل المخرجين ايه كيبقى ديما السؤال مطروح وعلمة الاستفام مطروحة الغزواني عبد الرحيم بدا من واحد الوقت وهو دبا لحد الان كي ناضي فعل الميدان كي يبحث على راسه في المجال المصراحي تقعيط لي عير على قبل دور الصغير وذاك شيء ما كيقولش الله كنقول اللهم كنقول مهم نطلوا هاديك طللا لعنا اقول الله وناس كيبغيونا وكيطلقاوا معنا وما يكرهوش اننا نشوفونا يعني شاعدنا بطولة في المسلسالات وذاك شيء كتقول اللهم تقول اليوم شحال واحد كيتلقى معك يقول كين شيء جديد لما تقول رمضان كريم؟ رمضان كريم سنقول الجميع المغاربة كافة وكي نقول لهم نتمنى هاد رمضان يدوز علينا ان شاء الله بالصحة والسلامة والايمان وكترة العبادة والاستغفار ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة